اشتركوا في القناة ونعيش حياة سعيدة نحمد ربنا عليها الحمد لله ودائما بقول الحمد لله ان احنا مصريين وعايشين على أرض مصر بكل الخير اللي فيها كل سنة وحضراتكم طيبين ليلة العيد فيها كلام كتير فيها مناقشات عديدة بس انا حبيت في ليلة العيد بهدوء بنفس هادي واحنا كده هناخد شوية او كام يوم كده نبدأ عن حضراتكم لحد ما نيجي مع بداية الاسبوع نقفل شوية القصة بتاعت التحكيم دايما مع بداية الدوري التاني او بعد عدد مباريات في الدوري الاول في الدوري تبدأ النغمة بتاعت احنا حكامنا مش جيدين انا فريق بيتعرض للظلم الدوري بيتوجه فيه فرق بيتهبط عشان اتظلمت بيبقى كلام كتير اوى عن التحكيم كل المباراة فيه كلام كتير عن التحكيم كل المباراة اي فريق بيخسر لازم اول كلمة عنده بتبقى التحكيم مش اداء فرقته او لعبته او المدير الفني بيبقى التحكيم طيب هل احنا عندنا مشكلة في التحكيم هل احنا عندنا مشكلة في الكوادر او الناس اللي بتشتغل في التحكيم طيب هل احنا محتاجين خبراء عالميين هل إحنا أصلاً محتاجين حكام في أرض الملعب عالميين دي كلها أمور لازم نتكلم عنها ونشوف إحنا وقفين فين ونتكلم بالراحة بس بالراحة كده كده الحكم مش هتتشجع مفيش حد إلا إنت لو سألت أي مشجع كورة مين الحكم اللي إنت بتحبه هيقولك لا أنا بحبش الحكام كلها هيقولك ده بيزلمني وده بيزلم كل الحكام بيزلمون مفيش حد بيحب حكم ده في العالم كله بس نحط الأمور في إطارة طبيعية عشان نبقى هادين في اللي هيتوقم من الموسم ما نفضلش كل يوم بنتخانق وبنسرق كلنا مع بعض وبيان هنا وبيان هنا ومشجع هنا ومشجع هنا وإداري هنا وإداري هنا وإيقاف هنا وإيقاف هنا ونخش في حالة احتقان في الكورة بنعيشها في كل موسم بنفس الطريقة ونفس السيناريو عشان كده هيكون دفنة النهاردة في صهرة العيد هو الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشا الحكم الدولي السابق نتكلم معاه في كل هذه الأمور خليكم معنا بعد الفاصل نواصل إن شاء الله يا أهلا بحقاتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الحلقة حلقة للتلعيد الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشا كابتن جهاد مشرف ومنور كل سنة وحرقك طيب وتوسع على السلامة الكريم طبعا شرف لها موجود معاك وحاجة جميلة قوي إن احنا موجود في التلعيد معاك شرف كبير لها كل سنة وحرقك طيب طيب أنا النهاردة قلت في المقدمة إنه عايزين حلقة للتلعيد دية تبقى نفس كده ونهدى شوية في موضوع التحكيم إحنا في الوقت ده في كل موسم السيزم بتاعنا موسم انتقاد التحكيم والهجوم على التحكيم والمؤامرات على التحكيم والمشاكل بتاعت التحكيم كل سنة نلعب أول مباراة في الدولة بيهدوء كده واللي يخسر يخسر واللي بيكسر بيكسر محدش بيتكلم ومحدش بيزعل أول ما الدانية بقى الملاكز بتبدأ تتحدد والأمور في المنافسة على الصدارة أو الصراع على الهبوب بتتحدد الكلام كله والمباراة كلها المباراة كلها على التحكيم مش كده طلبت إن حراكة تكون موجود معنا النهاردة ديف كريم عزيز عشان نسأل هل إحنا عندنا أصلا مشكلة في التحكيم المصري بصراحة شديدة والله يا كريم بمنتاز صراحة أنا برضو أنا بتكلم أنا طبعا التحكيم ده مجالي ده حياتي طورة عدف تحكيم المشكلة إنها بدأت بدري قوي يعني في التسبوع أول تابعا أسبوع الدنيا الدنيا مش مظبوطة قلنا الكلام ده معك صح وقلنا جماعة لو بتكرمته نسكت ونشتغل ونشتغل بجدية لأن الموضوع صعب التحكيم هو أساس النجاح للبطولة هو التحكيم مظبوط فمهما تعمل الدنيا كلها تغيرت إلا التحكيم برضو اللي فيه مشكلة الناس بتكلم عليه كتير صح وموجود دايما في الصورة فطول ما أنت حاسس بالتحكيم بيبقى فيه مشكلة أي أنت حالك شايف إنه من أول الموسم عندك تعليقات على اللي بيحصل في التحكيم بالزبط تعليقات كل سنة كل سنة طبيعي في النص التاني من الموسم نتكلم بقى عن نقطة والنقطتين والهبوط والصعود ومن اللي يكسب وقصة دي لكن السنة دي بدأت بدري قوي وبدأت الناس الشكة بدري قوي ومش فرقة أو اتنين فرقة كتير صح فبدأت الدنيا مش مظبوطة إيه المشاكل بقى يعني إيه التعليقات اللي عند حضرتك في التحكيم دلوقتي التعليقات يعني الشكة هو دايما الأخطاء المؤسرة عن تلك المباريات صح أنت أي أخطاء ممكن تتقبلها كفرقة أو جمهور أي فقع إن كان الفريق لكن أخطأ مؤسرة على تلك المباريات هذه المشكلة صح فلما تكتر الأخطاء اللي تؤسر على تلك المباريات هتلاقي الناس بتتكلم والناس بتهتم بالتحكيم لأ ده حساب عندي ما حسابش عندي غيري فهتلاقي الدنيا بتبص لبعضها وتلاقي الكلام بيكتر وعندنا بسم الله ما شاء الله السوشال ميديا أنت عارف الدنيا وبعيد عن السوشال ميديا إدارات القندية بالضبط كل فريق عايز حق ما حدش بيسيب حقه بالضبط كل فريق عايز حق وده طبيعي جدا حتى أنا اتسألت في موضوع الحكام الأجانب ممكن نحن نتكلم فيه أي حد هو بيدور على الحكام الأجنبي مش عشان حكم الأجنبي هو بيكلم أنا عايز حقه وده على فكرة حقه مشروع لأ إيه فريق طيب لما بني نقول حكم أجنبي عشان أنا عايز حقه ما هو الأصل أو المطاقة أو الطبيعي أو اللي احنا واسقين فيه طبعا طبعا إنه الحكم المصر لما بينزل المباراة هو عايز حق كل الفرق هو ما بيبصش لألوان هو عايز الحق هو كمان عايز الحق بس بيغلط الحكم الأجنبي اللي هيجي ده ما هو لا يظهنه هو كمان يغلط حتى في اللي جاي بالحكم ده طبعا فالمشكلة هي مشكلة قدرات فنية ولا مشكلة زي ما الكابتن على سمع التصريح لكابتن عصامة وفتاح بيتكلم عن بعض الحكام المهملين يعني هل إهمال مثلا هل في إهمال من الحكم في المباراة الكبيرة بس على عادتنا معاك كريم برضو نتكلم بمنطقة الصراحة صح إحنا المشكلة المشكلة دايما بنتكلم لازم نحط إيدنا على المشكلة عشين نحلها مصبوط مشكلتنا إن إحنا لازم نعترف بأخطاءنا الأول لازم نقول أخطاءنا أه أخطاءنا وبالتالي حكم اللي يغلط يتعاقب حكم كبير حكم صغير في مسواه وعدالة في التوزيع وفي العقاب لما يحصل ده هتلاقي كل حكم نازل ملعب الآن إن ممكن أغلط هتعاقب وبالتالي هتلاقي اللي موجود طول الوقت الموفق مع أي حكم على فكرة على المستهل على الممكن يغلط طبيعي جدا وبتحكي أخطاء موجودة على المستهل على المستهل بس يتكلم إن العدلة دي لما تحصل والحكم الكبير يغلط يتعاقب الحكم الصغير يغلط يتعاقب هتلاقي الدنيا اتزبطت العدلة بين الحكام مش بين الأندي بين الحكام نفسهم مع بعض في المنظومة هتفريك تلك آه نحاك بتتكلم على بتحصل يعني بس أنا حكم مخطئ أخطأ في المورا وكل الدنيا بتجمع على خطأ وبعد ما تشتلاقيه أو ما تشتلاقيه حكم صغير ممكن يخطئ وممكن يغلط فترة كبيرة جدا بعيد عن الصورة حكم صغير صاعد ممكن يخطئ فالحكم نفسه الصغير يحس إن الحكم يكرمه وغلط وزي زيه ونغط في القاعة أنت غلطته هو غلط بعد أسبوع على الحكم الكبير نزل تاني يلعب والحكم الصغير اللي غلط نفس دي حلقة تفاصيلة مجاملة يعني مش هايزة أقول مجاملة بس في الآخر فيه اعتبارات تانية غير العدالة الموجودة بين الحكام وده على فكرة بتبقى مشكلة كبيرة جدا مع التحكم لأنني عشت ده أو أنا موجود أنا حكم حتى لو اتجملت أنا بحيث إن حتى حكم اللي موجود معايا ببصصتي بص أن أنت خدت أكتر من حقك وده مش حالو في التحكم مش حالو مش حالو طبعا طيب هل إحنا عندنا مشكلة في قدرات الحكام الفنية من الأساس يعني سيبك بقى من بعيدة عن المجاملات بعيدة عن الحكم بياخد أكتر من حقه هل إحنا عندنا مشكلة في القدرات الفنية مثلا 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 في لعيبة الكور يعني ساعد نقول الكواليتي بتاع اللاعب المصري دلوقتي مش زي مثلا سنين فاتت قبل كده هل إحنا الكواليتي بشكل عام مش بأشخاص بعينهم في الحكام المصريين دلوقتي مش جيد إطلاقا بالعكس عندنا مستوى غير طبيعي وعندنا الحكم الممتازين جدا أن يوصول أعلى مستوى على الفكرة على المستوى الدولي يعني ممكن نروح لعب كاس عالم مرتاح ممكن نروح لعب كاس أمم مرتاح وحصل معنا في كاس أمم مشوفنا كانوا أحسن من ناس كتير أو ومرشحين كاس عالم لكن الحكمنا محتاجين استمرار تدريب التدريب اللي بحثت في مصر حاليا برضو عشان نبقى وضوح قدام الناس برضو من الكلام بمنطقة الوضوح التدريب يحصل في مصر حاليا تدريب بدني كل حكم مهتم بأنا برضو أولا كلام أنا مجلم من دول مطبخ أنا كنت عايش التدريب العملي بذات على الفار الفار ما خدش كمية تدريب المطلوبة فمحتاج أنت الناس تقعد تشتغل على الحكام تدريب يومي تدريب إسبوعي الكلام ده محتاج شغل كبير جدا هتلاقي مردوده خلال شهر شهر ونص في الملعب فمحتاجين شغل على الفار تدريب فار مستمر لأن الفار المشكلة دلوقتي الناس بتطبق الفار الطبيعي لما الفار يطبق المشكلة تقل صحيح مش العكس عندنا في مصر في مصر العكس لأن ليه لأنك أنت قبل كده لما كانت حكم يخطئ ومش شافش الفار تديره عزره بالظبط تديره عزره للوقت الفار موجود وتروح تشوف وبشر يا جماعة ممكن ما يشوفهاش عادي يعني وكان فيه واحد قدامه وكنت بتوع التول بالظبط تديره مبررات لكن دلوقتي يروح يشوف اللعبة واللعبة واضحة للدنيا كلها ويرجع الحكم بقرر خطأ يبدأ إيه لي التدريب للحكم مش إيه لتقدرات الحكم الحكم كدراته كويسة بس هو ما شافش في الملعب ولما راح شاف ما قدرش كويس ما قدرش صورة كويس فلازم يروح يشوف يرى صورة كويس ده بتيجي من التدريب أنت بتتمرن وتتضرب كتير وبالتالي لما تجي تعملها في الملعب هتعملها بسلاسة وده كان رائعك في الكابتن محمد معروف في لقطة الزمالك والمصري أموته مع دون بص هي في الملعب كريم بمتال أمانة صعب على أي حكم ما تعرفش درجة اللعب الكورة ولكن أنت ما كانش عندك مبرر لما تروح تشوفها قدامك في الفهر لما الحكم الضرر محمول بسيوني استدعاه حبوسي نهاية الحلم عيني حبوسي نهاية لما تستدعاه طبعا اللعبة طبعا محمد محتفش أي حاجة لأنه في الملعب حس أو شاف أن اللعب المدافع لعب الكورة تمام لكن هو عجبني أو بسيوني في اللقطة أنه الرجل استدعاه فلما استدعاه شافها ولما شافها لما شافها رجل هتلقص يا جماعة هتلقص هو اللقطة واقف هو واقف طبعا التاني بيشايك بيقولوا استنى انتظر أنا بشايك بشوف احتمالية كارتة أحمر فهي طبعا اللعبة راكلة حرة مباشرة منطلق بسطة راكلة حرة مباشرة على الوينش وطبعا كل عناصر فرصة محققة موجودة المواجهة السيطرة على القرى عدد المدافعين الحاجة دي كلها يعني إيه فرصة محققة لازم يبقى فيه عدد المدافعين وما فيش عدد المدافعين وانت منك للجون على طول المسافة منك للجون السيطرة على القرى مواجه للمرمى كل الحاجة دي موجودة فرصة محققة كل العناصر دي لو نقص منها عنصر واحد ما فيش فرصة محققة لكن كل العناصر فرصة محققة موجودة الخطأ موجود خارج منطلق الجزاء فدي راكلة حرة مباشرة لنادر مصري وكارتة أحمر مباشر كارتة أحمر مباشر طيب بعد اللقطة دي وده كان رأيك فيها كارتة أحمر مباشر وكان وقتها إنه الزمالك خسران واحد كان ممكن نتيجة كمان تثبت على كده قبل ما الزمالك يسجل بعد كده هدفين نحات تانية بعدها بيوم مباراة الأهلي الأهلي قدام سرمالك لوبطرة ضربت جزاء في ديئة 101 أو يعني قبل كده شوية لحد ما تلعبت في ديئة 101 ضربت جزاء برضو كان لك رأي فيها رأي مهمة بص يا كريم احنا بنتكلم برضو احنا بنتكلم بمطقة المصدقية والصورة ما بتيكدبش يعني صورة بنتكلم على صورة فيه في نفس الموش لسيراميكا والأهلي لعبة السيراميكا مهاجم سيراميكا في لعب القورة أي من أشرب بيحتكي معها احتكيك يعني بنقول عليه في القنوة في فيفا تكلم عنه النوت enough لإحتمر جزاء والحكم قراره ممتاز مش كافي يعني مش كافي لإحتمر جزاء الحكم قراره ممتاز راجل لعب القورة لمهاجم لعب القورة نفس الكلام نفس المعيار الكورة جت في إيد برسيتاو وتلعبت لعبة والتانية خلاص إنسى موضوع من لبس تلادي رغير متعمدة دي لكن بالمنظر ده يعني أنا فيه لقطة واقف النص منه من بعض أنا دلوقتي كمهاجم لعبت الكورة والمدافع راح برجله بس راح برجله يعني اللي حصل حتى لو حصل احتكاك مش كفاية لحستبرج الجزاء لكن أنا بأتكلم أنا بقولك لو حصل احتكاك لأنني مش متأجل حصل احتكاك ولا لكن لو حصل احتكاك أنا كمهاجم عملت الرسك وانزلت بالمستوى ده براسي فأنا اللي عملت الخطورة مش المهاجم مش المدافع المدافع رافع رجله برعب رافع رجله وما فيش مشكل بس الاحتكات ده يا كريم الكالب إحتكال بالمنظر ده لا يرقى لاراك الجزاء هو الاحتكات حصل لو حتى لو حصل لا يرقى لاراك الجزاء طيب أنا عايز احتكال السؤال في الكورة دي تحديدا فضل مش دي الاراك فيها ممكن تختلف يعني مش طبيعي أنه تختلف 50-50 ما برضو فيه جزء تأديري جدا للحكم تأديري للحكم أنا جاء على فكرة تأدير الحكم اللي حتسف الأول أنا عامل يومي لأن الحكم موقفه ومكانه شايف بين الاثنين اللعيبة أنا قادر أمر الدولة وقف في مكان نموزاجي شايف بين الاثنين اللعيبة وشايف الرجل والرأس يعني شايف كل حاجة شايف المنظر بالمنظر بالقصة دي على فكرة أنا لو احتسف اللعبة دي فاول احتسف على المهاجم مش على المداشة لكن أصح في اللعبة لقرار الصح لو دي جد في الفا تست لو هتلاقي القرار بتاعها بليكن يستمر اللعب يستمر اللعبة مافيش خطأ على ده والخطأ على ده خلص ويتستمر اللعبة في اللعبة دي لكن أنا بتكلم لو سهحتسب خطأ سهحتسب خطأ على المهاجم اللي ينزل تحت الوسط بيتكلم على تحت الوسط اللعيب ده إنت عملت الرزك إنت ريح تعمل اللزك حتى الاحتكاكت Lindي حصل برجل اللعيب 爾 مش لا يركع حتى لو حصل احتكاج بالمنظر ده مش دي راك الجزاء راك الجزاء يا كريم قرار كبير فلما احتسبه بحاجة موجودة فعلا في حاجة حصلت من المدافع عشان حسب على راك الجزاء لكن اللعبة دي بالمنظر ده بليقون وراك الجزاء غير صحيح طبعا السكسولي تجيك بالي دلوقتي فضل وراك ما بتقلقش مثلا لو تقول قرار ضد الأهل أو قرار ضد الزمالك في التحليل يعني كريم لو كنت أنا هو أنا حاكم بقلق لما احسب على الأهل أو الزمالك حاجة حال هالة دلوقتي يعني أنا بتكلم في إيه أنا بتكلم في المصداقية وطول الوقت انت في الملعب اسمك وبعد ما اتحلل اسمك ده مهم جدا فبتكلم في المصداقية أنا الجمهور ممكن يهاجمني طبيعا أنا كنت حاكم لسه من سنة ولا بتاكن الجمهور ما عجبوش قراري بيهاجمني بس أنا في الآخر بدور على قرار الصح وعلى فكرة لما كنت أخطئ أعترف بخطئ ما فيش مشكلة خالص لكن بتتكلم دلوقتي في صورة في الموضوع بالنسبة لي أسهل في تحليل دلوقتي بتتكلم في اعتبارات بتفي حطها وصورة قدامك واضحة وبتتكلم عليها بممطالة موضوعية تيجي بقى على الأهلي تيجي للأهلي تيجي على الزمالك تيجي على الزمالك ما عندكش مشكلة صحيح طيب لقطة الزمالك والمصري اللي حراك شفت ان المصري كان يستحك او الزمالك كان يستحك لعب الزمالك فيها الطرد في امبراط المصري وضقطت الأهلي اللي انت شايفها مش ضربة جزاء عايز لك سؤال وله سؤال آخر يعني يتبعه سؤال آخر هل لو العكس يعني لو العكس الكرة دي في آخر دقيقة ضد النادي الأهلي كانت ممكن تتحسب ضربة جزاء لسيراميكا هل لو العكس الكرة دي على المصري مش على الزمالك كانت هتتحسب طرد ولا مش هتتحسب وللسؤال اللي يتبعه هل الحكم عندون عمد عندون عمد يتأثر أو في بعض الحكام يتأثروا بالضغط الجماهيري والإعلامي عليهم فيقولك لا يا عمار رايح دماغي أنا أحسب للأهلي والزمالك ومش هيقعه دماغي بص يا كريم أنا بتكلم على مستوى مش هتكلم على اسم حكام ولا أولا أندي لون تشيرت مفروض لون تشيرت أنا كحاكم اللي أشوفه أحسبه صح أول ما تدخل الحسابات في التحكيم تخطأ بس فيه يا كابتن ما نقول لحضرك أهو أول ما تدخل الحسابات يعني أنا أحسب على الأهلي هحسب على الزمالك أحسب للأهلي أو للزمالك أو للأهلي أو للزمالك وتخش الحسابات التحكيم يضعب منك طول ما أنت متجرد إحنا جلنا قبل كده ما تشط حاجات للأهلي وما تحسبتش وقاشتنا بالحكم صح وحاجات للأهلي وتحسبت وقاشتنا بالحكم نفس الكلام في الزمالك إحنا بالكلام مع علاقة الحكيمية وبالتالي إنت كحاجة في الملعب محتاج منك قرصح وقرصح على فكرة محدش هيقول اللي أعليه غلط يعني محدش هيجأي بس إنت في الآخر ما تشغلش بالك القرار ده هيتبعه إيه في الملعب لأن إنت لو فكرت كويش في الملعب مجرد جزء من الثانية في القرار اللي هيتاخده هيتاخده غلط فده موجود إحنا بشر موجود فده أكيد موجود واللي بيعمل كده أكيد بيغلط وبنطلع نقول غلطها لكن اللي يتجرد من ده وده الفكرة تيجي مع الخبرات اللي بيتجرد من ده وينسى كل حاجة أنا الهنزل الملعب اللي هشوفه حسبه هبقى أنا اسمي أهم من أهل اللي هشوفه حسبه ما عندش مشكلة وورد تغلط بس الناس كلها هتبع عرفة من جواها أن الراجل ده نضيف أو حكوم مصر وحفوكة كلهم مضاف وكلهم على أعلى مستوى بس الراجل ده نازل ما بيتحطش عليه ضغط لغط واللون الفلنة مش فارق معا بالسط كابتن جهاد حراك شرفتني ونورتني شوية وقت وليلين بس يعني عيدنا على حضرتك ومساطنا جداً حراك موجود كل السنة وحضرتك طيب عيد سعيد عليكم إن شاء الله شوفكم يا رب على الخير